والزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى كندا. ما هي أبرز الملفات التي سيتم نقاشتها وتسليط الضوء عليها ما بين الطرفين وليات المتحدة الأمريكية وكندا. وتحديدا في أولى زيارات بايدن إلى كندا. أبرز الملفات تحديث قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد. كذلك لدينا الملف الأبرز هي التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. والحديث عن الدعم العسكري وكذلك إعادة الإعمار في أوكرانيا والتدخل الصيني في الانتخابات الكندية. كانت كندا في وقت سابق فتح التحقيق فيما يخص هذا التدخل من قبل الصين وكذلك روسيا بالنسبة للانتخابات الكندية. هذا فيما يخص أبرز ملفات زيارة الرئيس الأمريكي إلى كندا. كذلك لدينا ملف التجارة والمعادن الهمة التي تدخل بصناعة السيارات الكهربائية. الحديث أصبح أكبر عن هذا الموضوع تحديدا في ظل كنا شاهدنا الأزمة التي تعرضت لها أو هذا القطاع. فيما يخص ميكون دكترز في هذا الملف الذي نوعا ما أعاق صناعة السيارات في وقت سابق. وهذا ما شاهدناه أدى إلى ارتفاع السيارات المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية. على مدار منذ بداية جائحة كورونا. ولكن الآن يتم ربما تخفيف من هذه الأزمة وحدتها. في ظل كانت أزمة كذلك سلاسل التوريد التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع. بطبيعة الحال فتح ملف الهجرة الغير الشرعية. ومنقش اتفاقيات الدولة الثالثة الأمنة. وتغير المناخي الذي يتم الحديث عنه بشكل أكبر. وهذا ما شاهدناه في المؤتمرات المناخ العالمية. تحقيق مستهدف انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. هذا توجه عدد كبير من الدول للوصول بصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وكل دولة لديها استراتيجية خاصة تتبعها في هذا الملف تحديدا. وقانون خفض التضخم الأمريكي. التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي الكندي هنا. ونشهد هذا التوجه الكبير للعمل على خفض مستويات التضخم. التي وصل إليها الاقتصاد الأمريكي في وقت سابق. والتي لا تزال تعد عائق. وهذا ما شاهدنا بحسب الفدرالي الأمريكي. والعمل على الحد من مستويات التضخم العالية. نقف على علاقات الاقتصادية ما بين الطرفين والمتحدة الأمريكية وكندا. حجم التبادل أو حجم التجارة الثنائية في العام الماضي. بلغت تريليون دولار. ونمت ب63 في المئة. أو تشكل 63 في المئة من تجارة كندا. بالنسبة لهذا التبادل ما بين الطرفين. اللي worthy المتحدة الأمريكية تعاده هي أكبر شريك تجاري لكندا. فيما كندا هي ثالث أكبر شريك تجاريه لولايات المتحدة الأمريكية. يتم الاعتماد على عدة منتجات وكذلك وكذلك في قطاعات مختلفة ما بين الطرفين. وهذا ما يقف ويضع أهمية للولايات المتحدة الأمريكية لكندا. بشكل أكبر. الاستثمارات المباشرة في العام 2021. الاستثمارات الأمريكية في كندا تخطط 5 مليار دولار. فيما الاستثمارات الكندية في الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت من 745 مليار دولار. هنا نتحدث عن العام 2021 بعد وصول هذه العلاقات إلى هذه المستوية. إذن هذا الترقب كذلك لزيارة الأولى التي يقوم بها. جو بايدن إلى كندا.